السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا سنة تالتة يارب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال انا عبد الرحمن عباس من الفرق الرابعة وان شاء الله هشرح لكم المحاضرة السابعة والتمنى بعنوان Hospital Acquired Infections في الاول خالص ياريت كلنا نجدد نوايانا ان يكون هدفنا الاول ان احنا نرضي ربنا ونكون دايما في خدمة الناس قبل ما نتكلم في الديفنيشن عاوزكو تعرفو ان Hospital Acquired Infections ممكن نقول عليها برضو Health Care Associated Infections وممكن برضو نقول عليها Nosocomial Infections بالنسبة للديفنيشن بنقول It's an infection that may be acquired by a patient attending any medical center or unit including hospital for medical care يعني ايه الكلام ده واحد دخل مستشفى عيادة اي مكان بيقدم خدمات رعاية صحية وحصلت له عدوى ده كده Hospital Acquired Infections ولكن نخلي بالنا من كذا حاجة مهم جدا الكلام ده مش اي حد داخل المستشفى وتحصل له عدوى نقول عليه Hospital Acquired Infections بمعنى واحد دخل المستشفى يقح ويعتص ما يجيش يقول لي العدوى دي حصلتلي في المستشفى ليه لان انت اصلا كان عندك العدوى الحاجة التانية ودي مهمة جدا ممكن الشخص ده يدخل المستشفى وفعلا ما يكونش ظاهر عليه اي اعراض وبعد ما دخل المستشفى تبدأ تظهر عليه اعراض مش بالضرورة الشخص ده يكون حصل له Hospital Acquired Infections ازاي؟ لان ممكن يكون عنده عدوى اصلا ولكن مش ظاهر اعراض يكون لسه في الانكيوبيشن بيريود ولكن حظوا انه اول ما دخل المستشفى الاعراض ظهرت عليه وده طبعا مكتوب قدام كله هو ايه Not present nor incubating at admission تاني حاجة بقى اللي هي Infections that appear usually more than 48 hours after admission دي معلومة تبقوا عارفينها ان غالبا غالبا العدوى اللي هي Hospital Acquired ديت هتظهر بعد 48 ساعة من دخول الشخص المستشفى تالت حاجة ممكن حد يحصل له عدوى في المستشفى ولكن الاعراض بتاعة العدوى دي ما تظهرش غير بعد ما يخرج من المستشفى طيب ليه؟ عشان ممكن تبقى الانكيوبيشن بيريود طويلة شوية ممكن الانكيوبيشن بيريود تبقى بتاخد شهور مثلا فمش لازم عشان اقول عليها Hospital Acquired ان الاعراض تظهر في فترة تواجدي في المستشفى انا ممكن اخرج من المستشفى والاعراض تظهر بعدين اخر حاجة بقى نعرفها بالنسبة للديفينيشن ان الاكيوبيشنال اللي هي الاكيوبيشنال انفكشنز امونج الستوف يعني مش ضروري عشان تبقى Hospital Acquired Infection انها تيجي للمرضى بس على فكرة ممكن تيجي للدكتور وممكن تيجي للتمريد وممكن تيجي لعمال النظافة او الاداريين تاني حاجة معانا بقى اللي هي Public Health Significance ايه اهمية الموضوع ده بالنسبة للصحة العامة اول حاجة لازم نبقى عارفين ان النوزو كوميال انفكشنز دا هي حاجة مهمة جدا It's a Significant Public Health Problem وده شيء بديهي وإلا ما كناش عملنا لها محاضرتين يعني تمام طيب هي ليه بقى مهمة جدا بيقولك ان هي ايه They are the most common او the most frequent adverse event in healthcare delivery worldwide يعني هي اكتر حاجة بتسبب مشاكل او احداث سلبية متعلقة بالايه بخدمات الرعاية الصحية او اماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية وبما ان هي اكتر حاجة منتشرة او اكتر حاجة بتسبب احداث سلبية فتبقى حاجة مهمة جدا تاني حاجة بنقول انها الهوسبتال acquired infections ديت بتصيب مئات الملايين من المرضى على مستوى العالم كل سنة بتؤدي الوفيات طبعا وبتؤثر على الاقتصاد بنخسر طبعا فلوس كتير في الموضوع دا اللي هي financial losses بعد كده بنقول ان من كل مئة واحد من كل مئة واحد دخل المستشفى في الدول المتقدمة سبعة هيحصل لهم عدوى من المستشفى طبعا وفي الدول النامية اللي هي developing countries عشرة هيحصل لهم عدوى تمام يعني سبعة في الدول المتقدمة هيحصل لهم عدوى من كل مئة واحد دخل المستشفى وفي الدول النامية عشرة من كل مئة واحد دخل المستشفى هيحصل لهم عدوى نخلي بالنا ان مش ضروري ان تحصل عدوى واحدة بس لا دا ممكن الشخص يجيله عدوى او اتنين او تلاتة تمام وهتلاقوا مكتوب كده ايه at least one health care associated infection فعادي واحدة اتنين تلاتة مش هتفرق يعني رابع نقطة دي بقى مهمة جدا وهي antibiotic resistant bacteria البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية وعدم جاهزية الاطقم الطبية او العاملين في النظام الصحي ان هم يكفحوا العدوى يبقى انا عندي حاجتين مهمين جدا البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية وعدم جاهزية او عدم استعداد الناس اللي بتشتغل في المستشفيات ان هم يكفحوا العدوى الحاجتين دول يخلوا الهيلث كير associated infection او النوزو كوميال انفكشنز من اكبر الاسباب اللي ايه تؤدي للوفيات في معظم الدول يعني الموضوع خطير جدا اخر سطرين مكتوبين دول بيقولك ايه انه يبقى في بقى مبادرات في التعليم او نعمل قوانين policies بقى عشان نكافح العدوى يعني نظرة سريعة طبعا على الاسلايد طبعا خلاص عرفنا ال definition عدوى بتحصل واحنا موجودين في المستشفى او اي مكان بيقدم خدمات رعاية صحية بشرط العدوى دي ما تكونش دخلين بيها المستشفى وفي نفس الوقت ما نكونش دخلين بيها وتكون في ال incubation period فما يكونش ظاهر اعراض فاول ما يظهر اعراض نفتكر ان ايه انها جت بسبب المستشفى غالبا بتظهر بعد 48 ساعة ممكن تظهر بعد ما الشخص يخرج من المستشفى اصلا ممكن ال incubation period تبقى طويلة جدا او ياخد العدوى دي في اخر يوم كان في المستشفى مثلا يعني هو قاعد مثلا ثلاثة ايام في المستشفى فيجي في اخر يوم دوت يلقط العدوى فتظهر مثلا بعد اسبوع او بعد ثلاثة ايام من خروجه للمستشفى او حاجة تبقى ال incubation period بتاعتها طويلة تقعد شهور مثلا هو عادي جدا الموضوع يحصل في الناس اللي شغالة في المستشفى الموضوع مش مقتصر على المرضى بس طبعا عرفنا اهمية الموضوع بيؤدي الوفيات كتيرة على مستوى العالم بيؤثر على الاقتصاد هو اهم سبب او اكتر سبب بيؤدي لل adverse events على مستوى العالم بالنسبة للناس اللي موجودة في المستشفيات طبعا يعني عرفنا ان سبعة من كل عشرة في الدول المتقدمة ممكن يتصابوا بانفكشن على الاقل ممكن اكتر وعشرة في الدول النامية وما ننساش طبعا موضوع الايه عدم الجاهزية والresistant bacteria بعد كده العدوى دي ايه اكتر اماكن تيجي فيها urinary tract respiratory tract surgical wound والbacteremia اش معنى الاربعة دول تعالوا ناخدهم واحدة واحدة urinary tract ده على طول يقولك ركب له اسطرة اي حد دخل العناية ولا واحد دخل يعمل عملية ولا مش عارف ايه يقولك ركب له اسطرة بولية فالموضوع حاجة متكررة جدا فطبيعي انها تكون ايه يعني واحدة من most common sites surgical wound infection قول لي مستشفة مين اللي ما بيحصلش فيها عمليات ده على طول يعني العمليات شغالة مش هقولك كل يوم ده كل ساعة كل الوقت شغالة العمليات respiratory tract infection مش محتاجة تكلم فيها يعني COVID-19 معلم علينا بقاله كام سنة وبعد كده البكتيريميا البكتيريا اللي بتبقى في الدم ليه الدم هو احنا بنبطل تحليل بنبطل ناخد حقن بنبطل نعمل عمليات ما هو برضو العملية لما نعمل عملية جراحية مش ضروري الانفكشن يبقى مقتصر على مكان الجرح لا ممكن الانفكشن يخش على الدم برضو عادي بعد كده مصادر العدوى عندنا يقام ما يبقى المصدر داخل المستشفى او من خارج المستشفى داخل المستشفى ممكن يبقى المريض نفسه مصدر للعدوى او الهوسبتال اللي هما الناس العاملين في المستشفى او الانسانتري هوسبتال المستشفى نفسها مش نظيفة مش معقمة كويس فالبيشنت ده بقى ممكن يعدي نفسه او يعدي الناس اللي حواليه لو عاد نفسه لو البيشنت ده بيعدي نفسه بنسميها auto infection طيب الناس اللي شغالة في المستشفى ممكن طبعا تعدي المريض تعدي نفسهم اي حد وطبعا العاملين في المستشفى دول ممكن يبقوا cases عينين اصلا او carriers او third person third person يعني ايه يعني بينقل العدوى بايده بالcontact زي كوفيد كده يقولك ما تغسل ايدك على طول ومش عارف ايه ليه واحد مش عارف بيكوح في ايده بيروح يمسك يقعد يحط ايده هنا ويحط ايده هناك فينقل العدوى بايده وبيهدومه مهم برضو نبقى عارفين ان الكيس ممكن يبقى mild او in apparent mild دي يعني الاعراض مش ظهر عليه قوي فما ناخدش بالنا منه او in apparent اللي هو sub clinical infection برضو الاعراض مش ظهرة فما نبقاش واخدين بالنا منه بعد كده في outside reservoirs اللي هما من بره المستشفى مين اللي من بره المستشفى واحد جاي يزور حد جوه المستشفى visitors وال visitors برضو ممكن يبقى case او carrier والكيس ممكن يبقى mild او in apparent طبعا في لما قلنا within hospital قلنا insanitary hospital المستشفى مش نضيفة في outside reservoirs بقى ممكن البيئة اللي حوالين المستشفى تكون هي اللي مش نضيفة فاي حد جاي داخل المستشفى يتلوس بره وبعدين يجي ينقل لنا العدوى جوه تمام طيب العدوى اللي بره المستشفى دي ممكن تتنقل لنا ازاي هو بيقول لك عن طريق ال vehicles وال vectors ال vectors دي احنا عارفينها اللي هما مثلا زي الحشرات الموسكيتوز مثلا والدبان عندنا طبعا biological vectors و mechanical vectors ال biological اللي هما ايه ال organism يخش جوه ويبقى له life cycle وبعدين تيجي الناموسة تقرسني والقصة دي كلها الميكانيكا البقى اللي هي بتنقل بجسمها زي الدبان كده يجي يحط على مكان مش نضيف وبعدين يجي يحط على الاكل وهكذا ال vehicles بقى اللي هي الحاجات اللي مش living يعني مثلا في الاكل في ال towels مثلا على الهدوم مش عارف كل القصص دي فانا عندي بيقى بره المستشفى مش نضيفة ممكن تتنقلي جوه المستشفى في بعد كده ال host factors ال host ده اللي هو مين الشخص اللي بيصاب بالعدوى ايه بقى ال factors اللي تخليه اكتر عرضة او اكتر يعني يتأثر اكتر بالعدوى عندنا general factors وعندنا additional factors ال general factors زي مين زي ال old age طبيعي واحد سنه كبير منعته ضعيفة premature birth طفل صغير اتولد قبل معادو ما تكملش التسعة تشهر في بطن امو ده كده premature birth ده اكتر عرضة للعدوى وبعد كده اللي هو ايه المناعة ضعيفة بسبب drugs بقى بسبب امراض وهكذا عندنا برضو additional factors factors تانية يعني اللي هي الماليجنانسيز بقى والHIV والحروق التغذية السيئة ال diabetis ال bronchopalmonary disease ال open wound كل دي حاجات هتقدل ايه؟ او هتسهل من عملية ال infection في ال hospital طبعا اخر كلمة دي اللي هي ال open wound طبعا عارفين ان فيه حاجات زي الكدمات مثلا كدمة دي مش open wound اللي هي ال bruises دي مش open wound ليه؟ الجلد مش مفتوح تمام؟ ممكن واحد ينكسر عضمه ينكسر بس ما تبقاش open wound الجلد ما تفتحش يبقى الكسر داخلي فال open wound بقى هي اللي بتبقى ايه؟ لو حصل break في ال skin دي بقى اللي تبقى ايه اكتر عرضة للعدوى فاحنا كده عارفنا ال commonist sites urinary tract, respiratory tract, surgical wound, bacteremia irresivores عارفنا حاجات من جوه المستشفى حاجات من برا المستشفى جوه المستشفى مريض او حد شغال في المستشفى او المستشفى نفسها مش نضيفة برا المستشفى visitors زوار او البيئة اللي برا المستشفى مش نضيفة فبالتالي بتتنقلي جوه المستشفى host factors خلاص عارفنا general والadditional ايه بقى العدوى دي بتتنقل ازاي؟ الكلام ده احنا لسه قايلينه اصلا direct infection و indirect infection direct infection مريض لمريض عامل في المستشفى المريض او زاير من برا المستشفى المريض يؤدي respiratory wound infection او اي حاجة بقى تمام؟ فدي كلها كده ايه؟ direct infection واحنا قلناك كلام ده في السلايد اللي فاتت فيه بقى indirect infection indirect زي ايه؟ زي يقولك contaminated hospital articles يعني ايه؟ يعني dressings, instruments, syringes, syringes الادوات مش متعقمة كويس فهتبقى مصدر للعدوى او dressings اللي هي مثلا القطن والشاش والحاجات دي لو الحاجات دي مش متعقمة كويس طبيعي انها هتنقل عدوى تاني نقطة environment والhospital sanitation لسه هالينها في السلايد اللي فاتت وبعد كده فيه airborn infection او dust born organisms الحاجات اللي هي بتتنقل عن طريق الجو او عن طريق الدست تبقى فيه مثلا تراب كده او dust particles بيبقى الارجانزم قاعد عليها ام اول ما شبمها بقى تروح بقى تعمل لي pneumonia او respiratory infection او اي حاجة فيه برضو الingestion والarthropod arthropod born infection ingestion عارفين اكل مثلا مش كويس الاكل مش نضيف مش غسلين ايدينا تمام والarthropod الحشرات mosquitos بقى كل الكلام ده يعني بنتكلم في حاجات احنا كلنا عارفينها بعد كده بقى common forms of infection اشكال العدوى او انواع العدوى بيقولك انها بتختلف باختلاف المكان يعني مستشفى حميات غير مستشفى عادية غير مستشفى للولادة غير مثلا عيادة او وحدة صحية فكل ما كان من دول العدوى اللي فيه بيبقى لها شكل مختلف اول حاجة معانا هي general hospital general hospital دي اللي هي المستشفى العادية اللي احنا كلنا عارفينه تمام اول حاجة معانا اللي هي الايه الستاف اوريس مهم جدا هي اكتر ارجانيزم هيسبب لي hospital acquired infection دي بقى مواضع الامسي كيو والاسئل نخلي بالنا ليه هي اكتر واحدة عشان هي اكتر واحدة منتشرة في المستشفى يعني بنتكلم في كلام بديه جدا اكتر حاجة بتسبب العدوى يبقى هي اكتر واحدة منتشرة في المستشفى النقطة التانية بنقول لك ايه ان هي relatively resistant outside the body يعني ايه الكلام ده يعني بتعرف تعيش برا الجسم فاكرين ايام كوفيد لما ظهر يقول لك بيقعد مش عارف كام ساعة على الاسطح الازاز وكم ساعة على الاسطح البلاستيك ومش عارف بيقعد قد ايه على المعادن تمام في بقى ارجانيزمات بتقدر تععد فترات طويلة تعيش فترات طويلة اللي هم زي مين زي الستاف اوريس فهي عندها تالت حاجة بالنسبة للستاف اوريس ودي في غاية الخطورة والاهمية انها عندها مقاومة ضد البنسيلين فده يخلي علاجها صعب وانتشارها اسهل المشكلة بقى الاكبر ان فيه او انواع من مش مجرد الريزيستانت للبنسيلين ده ريزيستانت الحاجة اسمها الميثيسيلين فنسميها ميثيسيلين ريزيستانت استافيلوكوكاس اوريس او الميرسة عشان نختصر يعني هو بيقولك يعني الموضوع ده فيه تزايد بيزيد فنخلي بالنا بتكون موجودة فين اكتر حاجة بتكون موجودة في اللي هي العنايات المركزة يبقى هي في تزايد وبتكون موجودة في العناية اكتر حاجة طب ايه المشاكل اللي ستاف دي ممكن تسببها في حاجات contact infection وفي حاجات inhalation infection contact wound sepsis pure peril sepsis osteomyelitis will eye infection ال wound sepsis عدوة حصلت على جرح والجسم بي over react بيتعامل معها يعني بشكل مبالغ فيه فيحصل حاجة اسمها sepsis مش عايزين نخش في تفاصيل بس يعني عرفوها كده ان هي over reaction by the body ال pure peril sepsis ده برضو infection بيحصل فين بيحصل عند الستات بعد الولادة osteomyelitis في العضم eye infection عدوة في العنين في برضو اللي هي inhalation infection pneumonia بتيجي في young children وفي elderly نظر لي نظرة سريعة على ال slide modes of transmission خلاص يعني الموضوع ده قتل بحسا يعني يا إما direct من ناس من أشخاص لأشخاص أو indirect عن طريق contaminated articles والenvironment أو ال airborn أو ال ingestion أو الحشرات وبعد كده common forms of infection بتختلف باختلاف نوعية المستشفى في المستشفى العامة اللي هي أو العادية يعني general hospital عندنا أكتر أرجانيزم موجود هو نخلي بالنا أنه هو penicillin resistant في حاجات بتبقى methicillin resistant كمان المethicillin دوت يعني نوع أحسن أو أقوى من ال penicillin فدي بتبقى يعني resistant ليه كمان بتبقى موجودة بالأكتر في l-ICU عندنا contact infection و inhalation infection فده كده يعني إيه اختصار للسلايد نكمل مع general hospital الموضوع مش مقتصر أكيد على الستاف أوريس في حاجات تانية زي ودي بتكون في الموجودة فين في throat of carriers والcases يعني دي حاجة respiratory واحد بقى بيكح بيعتص لمؤاخذة يعني بيتف يقوم يلوس لي المكان تعمل حاجتين فيه inhalation infection pneumonia طبعا زي الستاف ما قلنا بتعمل pneumonia دي برضو بتعمل pneumonia وفيه wound infection اللي هو الاريسي بيلس وال pure viral sepsis الاريسي بيلس ده طبعا انتو ايه قادرة مني بي انتو لسه ياخدينه في الجلدية ولو تفتكروا الاريسي بيلس ايه الفرق بينه بين السليولايتس والقصة دي كلها بعد كده فيه الهيباتايتس فيروس اللي هم فيروس بي و سي و دي وطبعا عارفين الحاجات دي بتبقى parentally عن طريق الدم تمام مين اكتر يعني ناس بتبقى عرضة للحاجات دي الناس اللي بتشتغل بقى في المستشفى لهم بقى التمريض والاطباء على طول بقى انت رايح تدي حقنة مثلا بتعمل عملية لواحد عنده العدوى دي تمام لو انت بقى مش واخد احتياطاتك كويس مش مقام من نفسك ممكن تصاب بالعدوى دي فاكتر حد هيتأثر بيها هم الناس اللي شغالة في المستشفى طب ليه مش المرضى انا طبيعي الحاجات دي بتتنقل عن طريق عن طريق مثلا الدم فانا طبيعي ان انا مش هتعامل يعني بشكل مباشر مع حد عنده العدوى دي اللي بتعامل معا مين الناس اللي بتعمل عملية او الناس اللي بتدي حقنة او بتاخد عيين الدم فممكن اتشك او ممكن اتعور انا اللي مع direct contact مع العيين فانا اللي ايه انا اللي اكتر عرضة للموضوع ده بعد كده فيه tetanus sports ودي ايه مصدرها ممكن ال cat got الامعاء بتاعت القطط طب ايه اللي جاب لي امعاء القطط في المستشفى احنا عارفين ان فيه ادوات بنستخدمها بتكون معمولة من cat got زي الخيوط بتاعت الجراحة الحاجات دي بتبقى معمولة من cat got فالحاجات دي لو مش متعقمة كويس تمام ممكن يبقى فيها ايه موضوع التتنس ده او حد عمل عملية او اصابة معينة تمام اه يتعادي بقى من طبعا احنا في اللي فاتت او كنا تكلمنا عن ايه هي اللي هما ممكن يبقى الأدوات والشاش والقطن والحاجات دي ممكن حد الوند جاي مثلا اغطيله الوند بقى بشاش والقصة دي كلها فالحاجة فالحاجة بتاعتي ما تبقاش متعقمة فايه فيجيله ايه تتنس او داست بورن سبورز حد عنده جرح والجرح دا تعرض لطراب او او داست يعني فده هينقل لي التتنس فيه تاني ارجانزمات تعمل hospital acquired infection او فيه ممكن حاجات اللي هي بتبقى جوه جسمي endogenous فيحصل auto infection ان انا قاعدي نفسي زي الاي كولاي والستريبت فيريدانز والنيوموكوكاي والستريبت وكوكاس في كالس يعني ايه الحاجات دي نعرفها اسامي مش عايزين ندخل في تفاصيل تاني نوع من المستشفيات معايا هو الماتيرنتي hospitals اللي هي مستشفيات الولادة نخلي بالنا اول ارجانزمين معانا اللي هما مين زي الجنرال hospital بالزبط استاف اوريس وستريبت هيموليتكس دول هما الكمون ايجنت تاني حاجة معانا اللي هما الانيرابيك استريبت وكوكاي اوف فاجينا ودي حاجات بتبقى كومانسلز فتحصل عدوى يعني بعد كده الايكولاي والكولستريدي الايكولاي برضو بتبقى كومانسلز ويحصل اوتو انفكشن وفيه كولستريدي اوف تيتانس اند جاس جانجرين اللي هي يعني كولستريدي تيتان اي اللي بتؤدي في الاخر للجانجرين اللي هو الجاس جانجرين برضو مش يعني مش موضوعنا ده مش عايزين نخش في تفاصيل بس هو يعني تيشو ديث جانجرين بيحصل بسبب الايه الكولستريدي تيتان فاحنا السلايد دي كده ببساطة الجانرال مش مجرد ستاف اوريس لا ده فيه هيموليتكاس فيه هبتايتس فيروس اللي هما البي و سي و دي فيه تيتانس سبورز وعرفنا لو الامبروبرلي استريلايز كات جوت او الارتيكلز والدريسنجز او الداست بورن سبورز وفيه طبعا ارجانزمات تانية الموضوع مش مقتصر على الحاجات اللي ذكرناها فوق حاجات زي الايكولاي ستريبت فيريدنز نيومو كوكاي وستريبت وكوكاس في كالس تاني نوع من المستشفات اتكلمنا فيه اللي هو الماتيرنتي هوسبتالز اول ارجانزمين ستاف اوريس ستريبت هوموليتيكاس بعد كده الايوروبيك ستريبت وكوكاي اوف فاجينا والايكولاي تاني واحدة وثالت واحدة اللي هوم الايوروبيك ستريبت وكوكاي اوف فاجينا والايكولاي دول طبعا كومان سالز وبيحصل اوتو انفكشن وفيه بعد كده اللي هي الايه الكولستريديم تيتاناي اللي بتعمل لنا جاس جانجرين فيه بعد كده بقى الحاجة اللي هي اسمها ايه البريماتشور او اللو بيرث ويت يونتس دي وحدات بتبقى معمولة للناس الاطفال اللي اتولدوا قبل معادهم او وزنهم مش الوزن الطبيعي وزنهم اقل من الوزن الطبيعي اللي هو لو بيرث ويت تمام طبعا دول بتبقى عندهم يعني مشاكل خاصة بيهم ما يعلم بها اللي ربنا فوق ده بقى الانفكشنز كمان الانفكشنز دي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي لإيه اكيوت ريسبيراتوري انفكشن نيو نيتل ديارية وسكن انفكشن شاكل تنفسية اسهال مشاكل جلدية في بعد كده العيادات برضو بنقول الكلام ده يعني قاعدين نعيد ونزيد فيه تاني نفس الكلام تاني بعد كده يعني فيه عيادات معينة العدوى بتكون زيادة فيها زي ايه زي البيدياتريك الاطفال ديابيتس عيادات السكر تشست الصدر مثال البيدياتريك اميونيزيشن سنتر الاماكن دي هتكون البيشن اللي فيها هتكون اكتر عرضة للبلوت بورن ديزيز الامراض اللي بتبقى في الدم العدوى اللي بتبقى في الدم ماس انوكيوليشن خلي بالكم معناها ماس فاكسيناشن يعني التطعيمات لناس كتير وهو كاتب لك هنا البيدياتريك اميونيزيشن سنتر يعني اماكن تطعيم الاطفال بتبقى ايه فيها نسبة العدوى اللي بتبقى بلاد بورن في الدم بتبقى عالية جدا اخر سطر برضو يقولك ايه والصورة اللي تحت دي يعني ايه الدكتورة كانت حطها تجميعة للارجانزمات اللي بتبقى في الجنرال والماتيرنتي والاوت بيشنت كلينيكس اعاوزكوا تاخدوا بالكم من حاجة ان التلاتة متسبت فيهم الستاف اوريس والستريبت هيموليتكس يعني اول اتنين سابتين في التلاتة عشان الحفظ يبقى اسهل ودول هما المست كومن فنخلي بالنا من الحاجات اللي زي دي نقول تاني الـ اطفال معرضة الأكيوت رسبيراتوري انفكشن نيونيتل ديارية سكن انفكشن العادات نفس الكلام بنعيده تاني وتالت المست المست كومن ستاف اوريس وستريبت هيموليتكس الكونتكت مع الريسفورز أو لو فيه ادوات مش متعقمة كويس تالت نقطة بس في الاوت بيشن تلينكس هي دي ممكن النقطة الجديدة ان لما يبقى فيه فيه عيادات معينة بتكون فيها العدوة اكتر زي الحاجات اللي يبقى فيها مرضى سكر او اطفال او او مرضى صدر او الاماكن اللي يبقى فيها mass vaccination او mass inculation طبيعيا احنا قاعدين نشيل في حقا وندي حقا للعائلة الصغيرة فالموضوع ده يبقى ايه يعمل لنا blood born infections اخر حاجتين بقى في ايه في انواع العدوى او او اخر حاجتين في المستشفيات عندنا infectious disease hospital دي مستشفى الحميات اللي بنبقى عازلين فيها المرضى اللي هما عندهم امراض معضية في المستشفى دي بيحصل حاجة اسمها hospital cross infection يعني ايه بقى cross infection ده بنقولك ان هو hospitalized cases may acquire another form of infection on top of the present infection يعني واحد شوف بقى المصيبة السودة يبقى واحد داخل بعضوة تمام يقوم يحصل له عدوى فوق العدوى اللي عنده يعني كأننا بنقول روح موت طيب characteristics and underlying factors of cross infection as general hospital in addition to characteristics of hospital cross infection يعني احنا عاوزين نقول ان الحاجات اللي بتحصل في general hospital هي هيها اللي هتحصل في مستشفى الحميات او infectious disease hospital مع بعض الزيادات اللي هتبقى موجودة في infectious disease hospital زي ايه مثلا في infectious disease hospital دي انا عندي طبعا مناطق متقسمة دول مرضى مثلا ال ايدز دول مش عارف مرضى المش عارف ايه تمام فانا عندي ناس شغالة في المستشفى بتتنقل بين الايه الاماكن دي بتتنقل من الجناح بتاع المرضى بتوع المرض الفلاني ويروح للمرض العلاني تمام فهم هم بيتنقلوا كده بيروح جاي واخد عدوى من هنا حاططها هناك فيعمل كروس انفكشن تمام النقطة التانية انا مثلا عندي اشخاص لسه ما شخصتهمش فبيدخلوا المستشفى بيحتكوا مع ناس زيهم مش متشخصين فانا ده مش متشخص وده مش متشخص ده ممكن يبقى عنده مرض وده يبقى عنده مرض فدين اللي ده ودين اللي ده ثالت حاجة يعني ناس بعدوى مختلفة ممكن اروح جاي حاططهم كلهم في جناح واحد طب يا عم افصل بينهم ده عنده كذا وده عنده كذا لا بروح جاي حاططهم في جناح واحد بعد كده عندي البروفيشنال انفكشن الاطقم الطبية بقى دول برضو هيتعرضوا لها ولكن بنركز على الحاجات اللي هي الكوفيد 19 انفلوينزا فيرال هبتايتس بالمونري تيوبركيولوس والإيدز والموضوع مش بيقف عند دول بس دول يعني ايه اهم حاجة ازاي بقى نمنع العدوى عندنا كذا حاجة اول حاجة ان البيئة تكون نضيفة تمام اول حاجة اللي هو الحرق عندي مثلا في حاجات لازم تتعرض للحرق ماينفعش محرقهاش الجو عايزين نعقمه وننظفه يبقى فيه عندنا حاجة اسمها الالترا فيولت طبعا دوت نوع من الاشعاع بتبقى لمبات كده نشغل اللمبة طلع الاشعاع دوت تعقم لي الجو بعد كده السانيتاري سيراوندينج اريا كنا قولنا ان ممكن البيئة اللي حوالين المستشفى اللي ما تكونش نضيفها طب ما ننظفها نروح بقى ننظفها يعني مش مش هنسبها كده يبقى كده في السلايد دي تكلمنا عن الهوسبتال كروس انفكشن ودي بتكون في مستشفيات الحميات انفكشن بيحصل فوق انفكشن تاني بسبب ايه بسبب الناس اللي شغالة في المستشفى بتتنقل بين جناح لجناح او مثلا ناس ما تشخصوش بنحطهم مع بعض كل واحد فيهم عنده حاجة مختلفة فيعدوا بعض بحاجات مختلفة او ان احنا ناخد واحد عنده مرض معين اروح جاي حطه مع مرض تاني في جناح واحد او في قوضة واحدة طبعا ده كلام ما ينفعش فيه الاطقم الطبية بتتعرض برضو للانفكشنز يهمينا وطبعا ممكن تصابوا باي حاجة تانية ازاي نمنع العدوى دي قلنا ننظف البيئة بان احنا نحرق النفايات بتاعت المستشفى نطهر او نعقم الهوى بالالترا فيولت رادييشن والمكان اللي حوالين المستشفى لازم طبعا يبقى مكان نظيف تكملة ازاي نمنع الموضوع ده فيه بقى الميديكال كير مهم جدا ان الشخص اللي بيقدم الرعاية الطبية ده او الرعاية الصحية لازم يكون شخص نظيف يكون عنده بيغسل ايدو مثلا تمام النوت دي بقى اللي مكتوبة دي ومعمول له هايلايت دي مهمة جدا غسل الادين يا جماعة ده اهم حاجة اهم اهم حاجة حاجة بسيطة جدا يعني اخسل ايدك قبل ما تاكل اخسل ايدك بعد ما تاكل اخسل ايدك وانت رايح المستشفى قبل ما تكشف على البيشنت بتخسل ايدك بعد ما بتكشف على البيشنت تخسي ايدك اخسل ايدك باستمرار بعد كده يقول لك ايه free of infection pre-employment and periodic examination يعني انا قبل ما وظف حد عندي في المستشفى او في العيادة او في اي مكان قبل ما وظفه لازم اتأكد ان هو نضيف نضيف ازاي يعني ما عندوش عدوى ما هوش carrier ما هوش عيان وفي نفس الوقت يبقى فيه periodic examination كل فترة كده نعمل نتأكد ان الناس اللي عندنا سليمة بعد كده يعني شخص حصلت له عدوى ما اقعدوش معايا لأ بمشي رديله اجازة تمام لحد ما يخف نتأكد انه تمام بعدين نرجعه تاني فيه بقى التعقيم اللي هو التعقيم تطهير بقى وننظف وكده ده ضروري على طول قبل اي عملية حتى لو ما فيش عمليات قبل ما اكشف على مريض قبل ما اتكلم مع مرضى قبل ما الدكتور لما يدخل العادة بتاعته لازم على طول يبقى فيه تعقيم وتنظيف للمكان المستشفيات المحترمة دايما هتلاقوا دايما فيه عمال نظافة متضربين ازاي ينظفوا بشكل سليم ماشيين ينظفوا الارضيات والاسطح والدكاترة هتلاقى بتخسي الادها على طول والادوات بتتعقم بشكل مستمر فيه بعد كده بقى الكيمو بروفيلاكسيس يعني لو انا مش قادر اعقم بشكل كامل او بشكل كويس لو انا مش هقدر اتجنب عدوى معينة يبقى لازم يبقى فيه كيمو بروفيلاكسيس ان انا باخد دواء يحميني من العدوى تمام في الاستقبال مثلا هنتعامل مثلا واحد دخلك بتيوباركيولوسيس ولا دخلك بمينينجايتس طب خلاص هو دخلك وانت اتعاملت معا ساعتها لازم بقى فيه كيمو بروفيلاكسيس بتروح جاي واخد ايه دواء معين ساعتها هتبقى عارف الاسم الدواء والدوز بتاعه هتروح جاي واخد الدواء ده كنوع من انواع الكيمو بروفيلاكسيس لانك خلاص مش هتقدر تعمل حاجة اللي حصل حصل خمس حاجة فيه بقى حاجات ادارية لازم تبقى موجودة يعني ايه الكلام ده اول حاجة الزيارات للمستشفى تمام لازم بقى عليها كنترول ما ينفعش تبقى سادح مداح لازم بقى فيه مواعيد للزيارة مش اي حد داخل خارج لازم بقى فيه سوبرفيجن متابعة عشان الموضوع يبقى ايه منظم بالسيستم حاجة محترمة برضو الريبورتنج والسيرفيلنس انا حصل عدوى لازم يحصل الريبورتنج على طول ما ينفعش استنى لازم بقى فيه كده ولازم بقى فيه مرأبة بقى اللي هو السيرفيلنس يبقى فيه متابعة على طول سادس حاجة بقى هو الإيرلي كيس فايندين ان انا اقدر اكتشف الشخص المصاب بالعدوى بسرعة على قدر الامكان طيب بنقدر نعمل ده ازاي بالإيرلي سكرينينج ان انا يبقى عندي نوع من انواع التست بعملها بشكل دوري بعملها بشكل دوري عشان اقدر اكشف بدري على الناس اللي انا عندي في المستشفى تمام فيه برضو الريجولر هيلث ابريزل والسوبر فيجين اف هسبتالايز كيس ان انا المرضى اللي عندي في المستشفى لازم بشكل مستمر ومتواصل ابقى متابعهم وبقيم الحالة بتاعتهم يعني لو حد حصلت له حاجة جديدة ابقى عارف واخد بالي ان هو ايه ده ما كانش الطبيعي بتاعه ده في حاجة جديدة حصلت فمن خلال الموضوع ده اقدر اكتشف لو اللي حصل له ده كان عدوى مثلا فانا كده اقدر تكشف عليه ايه بادري سابع حاجة بقى هي البريفنشن اوف هسبيتال كروس انفكشن طبعا كنا تكلمنا عن الكروس انفكشن واحد حصلت له عدوى فوق العدوى اللي عنده اصلا ازاي يبقى فيه سباشيال هسبيتال ديزاين تصميم المستشفى يبقى متصمم صح بحيث ان انا يعني يعني يبقى فيه اماكن مخصصة لكل مرض ما يبقاش فيه سهولة التواصل بين الجناحات ان انا ده يخش يعدي على ده وده يخش يعدي على ده كلام ما ينفعش فالديزاين بيلعب دور مهم في ان احنا نمنع الايه الكروس انفكشن طبيعي ان انا ايه مكان مخصص لكل مرض ايه هي الاسوليشن كيوبيكلز ديت دي يعني بتبقى بتاعة كده تقدر تقول عليها يعني وحدة صغيرة كده لو دخلتوا على جوجل هتقدروا تشوفوا لها صور كتير حد انا شاكك في تشخيصه لسه مش متأكد ايه هو بدل ما وديه على مكان فيه مرضى ويعديهم احطوا في الكيوبيكل دي يعني تقدروا تقولوا حاجة كده زي كابسولة يعني ولو عملتوا لها جوجل هتشوفوا شكلها وهتفهموها بشكل احسن بعد كده فيه الناس اللي شغالة عندي في المستشفى لازم بقى عندهم يبقوا متعلمين وعارفين عن الانفكشن وازاي يمنعوا العدوى بعد كده ابليكيشن اوف سبيسيفيك بروتيكشن زي الاكتف اميونيزيشن والكيمو بروفيلاكسس يعني لو فيه ادوية اقدر اخدها عشان امنع العدوى او تطعيمات معينة اخدها تمام يبقى فيه اماكن للنظافة مش معقول يبقى مستشفى مفيش فيها حوض للمية وصابون وحمام يعني الحاجات دي لازم تبقى موجودة يعني النيرسينج والسيرفس برسونيل التمريد بقى والناس العمال واللي هما وظيفتهم يخدموا المرضى يعني لازم يتعاملوا معه نوع واحد من المرضى فقط ماينفعش ممرضة او ممرض يبقى بيتعامل مع كل انواع الانفكشن ياخد من ده يودي على ده تمام بعد كده بيقولك ايه بقى during the daily round of personnel in hospital it's necessary to use clean gown and choose يعني واحد عنده نبطشية لازم الجون بتاعه اللي هو اللبس اللي بيلبسه دوت عشان يمنع العدوى والشوز اللي يبقى لبسها الحاجات دي لازم تبقى نظيفة عشان ما يمشيش ايه ينقل من هنا لهناك عن طريق الهدوم بتاعته احنا كده يعتبر خلصنا قبل ما نحل الامسي كيوز تعالوا ناخد نظرة سريعة على المحاضرة من الاول للاخر تكلمنا عن الديفينيشن عدوى بتحصل في المستشفى اهم حاجة ما يبقاش داخل بها المستشفى او ما تبقاش عامده العدوى ويكون في الانكيوبيشن بيريود الموضوع مهم جدا سبعة من كل مية في الدول المتقدمة عشرة من كل مية في الدول النامية واحد من اهم الاسباب اللي بتأدي للوفيات على مستوى العالم مئات الملايين بيتصابوا كل سنة نخلي بالنا من البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية وعدم جهزية الهيلث كير ووركرز ان هما يعملوا انفكشن كنترول كومونت سايتس يورينا ريتراكت ريسباراتو ريتراكت سيرجيكال ووند باكتيريميا ريسبوارز اوف انفكشن بيشنت بيرسونيل او البيئة بتاعت المستشفى مش كويسة ممكن يبقى فيزيتور او البيئة اللي بره المستشفى مش كويسة فيه بعد كده جانرال وادشنال الجانرال اللي هما الولد ايج بريماتيور بيرث اميوني ديفيشنسي ادشنال حاجات زي الماليجنانس اوبين ووند اتشاي فيي سيفير ووند الى اخيره مودز اوف ترانسمايشن اتكلمنا عنها برضو دايريكت انفكشن بيشنت تو بيشنت بيرسونيل تو بيشنت مش عارف ايه رسبيراتوري ووند انفكشن فيه حاجات بتبقى انديريكت عن طريق الارتكلز الدرسنجز الانسترومنس السيرنجز او البيئة مش نظيفة سواء جوه المستشفى او بره المستشفى ممكن تبقى حاجة اير بورن او عن طريق الانجسشن عن طريق الفم حاجات برضو زي الفيكو اورال يعني فيه برضو الارثروبود بورن انفكشن حاجات الحشرات بعد كده الكمون فورمز اف انفكشن عارفنا انها باختلاف المستشفى نوعية العدوى ممكن تختلف الجنرال هوسبيتلز مهم جدا ستاف اوريس هي دا كومونست ارجانيزم عارفنا ليه عندها ريزيستنت بره الجسم عندها ريزيستنس بره الجسم بتقدر تعيش بتكون منتشرة جدا في المستشفى بينيسيلن ريزيستنت والاسوأ لو هي ميثيسيلن ريزيستنت طبعا contact infection وانهاليشن وما ننساش ان المرسى او الميثيسيلن ريزيستنت دا بتكون موجودة اكتر حاجة في الاي سي يوز عندنا انواع اي تاني لستريبت هيموليتيكس بتكون موجودة في الثروت اوف كارييرز عندنا الهيباتيتس فيرسي بي و سي و دي والتتنس سبورز ننساش من الكات جوت او من الامبروبرلي استريلايز ارتيكلز ممكن عن طريق الدست الطراب اثر ارجانيزم اي كولاي ستريبت مش عارف ايه الى اخره في الماتيرنتي هوسبيتلز مستشفية الولادة ستاف اوريس ستريبت هيموليتيكس انايروبك ستريبت كوكاي اوفاجينا اي كولاي والايه والكولستريديا اللي بتعمل لنا التتنس والجاز جانجرين بريماتشور واللو بيرث ويت اكيوت ريسپيراتوري انفكشن نيونيتل دايرية وسكين انفكشن اوت بيشن كلينيكس عيادات نفس القصة كونتاكت وذ ريسفورز والادوات اللي مش متعقمة كويس ما ننساش ان فيه اماكن معينة او عيادات معينة العدوى فيها بتبقى اكتر زي عيادات الاطفال مرضى السكر مرضى الصدر والحاجات اللي بيحصل فيها ماس انيكوليشن او ماس فاكسينيشن زي بيبقى فيه تطعيمات كتير طبيعي بيبقى فيه حقا كتير فالبلاد بورن انفكشنز تبقى كتير ما ننساش اكتر حاجة هما مين ستافوريس والستريبت هيموليتيكس يبقى في الجنرال وفي الماتيرنيتي وفي الاوت بيشن كلينيكس اكتر حاجة هتسبب عدو هي الستافوريس والستريبت هيموليتيكس فيه الكروس انفكشن ده بيحصل في مستشفى الحميات عارفنا ايه هو انفكشن على انفكشن الناس بتتنقل من جناح لجناح فبين العدوى من مكان لمكان ناس ما تشخصتش فبقى عادهم مع بعض فبيعتوا بعض او ان انا حط اكتر من من مريض مصاب ممرض مختلف في مكان واحد بعد كده فيه البروفيشنال انفكشن اوف هيلف كير تيم يهمنا طبعا اكتر حاجة الكوفيد ناينتين اللي هو موجود حاليا ان شاء الله يغور في دهيا بعد كده الانفلوينزا والفيرال هيباتيتس والبالمونري تيوبركولوس والايدز ازاي نمنع العدوى البيئة تبقى نضيفة بالحرق او بالالتر فيولت رادييشن او بالايه ننظف المكان المحيط بالمستشفى الميديكال كير بروفايدرز لازم عندهم هيلثي بيهيفير بيخسلوا ديهم الناس قبل موظفها لازم اتأكد انهم مفيش فيهم حاجة ولازم دايما اعمل بريوديك اجزامينيشن بعد كده لو انا شاكك في حد او خلاص متأكد او حتى شاكك ان هو كده بمشي الحد انه بقى تمام وبعدين برجعه يشتغل تاني لازم يبقى فيه تعقيم على طول طول الوقت لازم بقى فيه كيمو بروفلاكسز لو انا مش قادر اعمل او حاجة خلاص انا مش قادر يعني امنعها فباخد كيمو بروفلاكسز ايه يحميني administrative requirements يبقى فيه متابعة واشراف وكنترول على الزوار يبقى فيه مواعيد معينة لازم بقى فيه reporting and surveillance systems محترمة على مستوى البلد على مستوى العالم ان انا حد اتصاب بنعمل report ان هو ايه يا جماعة احنا عندنا واحد متصاب بنبلغ والsurveillance اللي هو ايه بنتابعه او بنفضل مرأبينه لحد ما يخف بعد كده early case finding ان احنا يبقى عندنا تقييم واشراف على طول على الكيسز اللي عندي في المستشفى وفي نفس الوقت يبقى فيه early screening عشان نعمل early diagnosis لو حد عنده مشكلة prevention of hospital cross infection خلاص بنعمل design كويس للمستشفى يبقى فيه جناح award لكل infectious disease يبقى فيه isolation cubicles ما تنسوش تعملو لها جوجل وتشوفو شكل الكيوبكل بعد كده فيه precautions for personnel يبقى فيه تعليم يبقى فيه immunization prophylaxis يبقى فيه نظافة شخصية يبقى اي حد شغال في المستشفى يبقى مسؤول عن نوعية واحدة بس من المرضى عشان ما يتنقلش على نوعيات من المرضى فينقلوا عدوى من مريض لمريض تمام والحاجة بقى الاخرانية ان الملابس او personal protective equipment بتاعتنا تبقى نظيفة الجزمة تبقى نظيفة الجوني يبقى نظيف وهكذا نحل بقى المسيكيوز دول مع بعض اول سؤال بيقول طبعا سؤال سهل الاجابة بيه احنا اتفقنا ان نظو كوميال مش معناها نيزل خالص واتفقنا ان برضو النظو كوميال انفكشنز لهم اهمية كبيرة واتفقنا ان هم بيجوا في في الدم بيجوا في ال respiratory tract surgical sites دول اللي هما المست كومن ممكن تجي في حاجات تانية اه ممكن عادي بس دول المست كومن فمش معقول انها تبقى فالاجابة بتاعت اول سؤال هي تاني سؤال healthcare associated infections are considered significant due to no one survives these infections كل الناس بتموت لما بيحصل لها healthcare associated infection they only affect old people بيجوا بس لكبار السن immunicompromised patients do not survive these infections الناس اللي منعتها ضعيفة بتموت على طول من العدوى دي اخر حاجة they lead to significant mortality يبقى الاجابة دي اخر واحدة لان طبعا اكيد مش كل الناس بتموت من المرضى دي ومش بس كبار السن اللي بيتأثروا ومش معنى ان واحد منعته ضعيفة انه هيموت برضو بسبب العدوى دي فهي اكتر اجابة منطقية واكتر اجابة صح هي اخر واحدة they lead to significant mortality وكده خلاص المحاضرة خلصت شكرا لكم جميعا ويا رب اعلى درجات في الامتحانات وربنا يوفقكو يا رب شكرا